أثبت الشعب الفلسطيني أنه شعب لا يقهر وغير كل معادلات في الشرق الأوسط فتحية لهؤلاء الأبطال شكرا لك على الحضور وهاتنا نبدأ بالقضية الفلسطينية هو أنا قاعدين نخدم عليها توا أكثر من 26-27 يوم من اللي بديت عمليته في الأقصى وقاعدين نشوفه في الأحداث ميدانيا في الأراضي المحتلة في غزة أيضا في الضفة الغربية زد كيف كيف موجة من الاعتقالات والاستشهاد عدد من الفلسطينيين ردود الأفعال الدولية كانت متباينة في أغلبها الغرب استف مع إسرائيل أمريكا والغرب سخطوه في فرنسا معنتها مواقفها كانت مثيرة للجدل حتى الداخل في فرنسا برشا معارضين لسياسة مكرون في حين أنه الصمت بنسبة للحكام العرب برغم أنه تحركات على مستوى الشعوب العربية والاحتجاجات والمطالبة بالتحرك ضد الكيان المحتل أمام الجرائم الكبيرة اللي قاعد يعمل فيها ربما الفارق شوية أنه أمريكيا اللاتينية كولومبيا شيري بوليفيا بوليفيا معنتها الهناء فهم بعض الردود الأفعال اللي كانت واضحة تونس الموقف متاعها كانت تقريبا واضح ولكن هذا الكل ما وقفش العدوين ما وقفش النار وألاف وألاف أكثر من ثمانية ألاف شهيد فلسطيني وإبادة جماعية هي فعلا هي حرب غربية استعمارية ضد فلسطين هذا واضح موقف العرب لم أستغرب منها الحقيقة عودونا بمثل هذه الموقف المتخاذلة ذكروا في حرب العراق وفي كل الحروب التي صارت في شرق الأوسط في علقاء بلبنان أو فلسطين أو سوريا موقفهم متخاذلة وسهموا في تدمير دول العربية وإضعاف القضية الفلسطينية لصالح هذا الكيان الغاصب الكيان الصهيوني وبالتالي لا أستغرب ذلك أنا أعتقد أنه ما حدث يوم 7 أكتوبر ما قامت به المقاومة ضرب مش عصفورين بحجر ضرب عديد العصفير بعملية واحدة لأنه أعاد أولا القضية الفلسطينية إلى سطح الأحداث بعد أن تمت محاولات عديدة لدفنها لأنه توجكون يحكي ودخلوا الإعلام الغربي لم يكن يحكي على أوكرانيا حتى أحد قضية الفلسطينية حتى الاعتمادات المالية والإعانات بسلاح والأموال الإضافية التي كانت تزود فيها أمريكا لأوكرانيا أو تمجيها إلى إسرائيل طبعاً أعاد هذه القضية إلى الإعلام والتداول الإعلامي العالمي كل وسائل الإعلام في العالم تتحدث عن فلسطين ثاني حاجة ضرب صورة الجيش الذي لا يقهر وتم إذلال وهذا ما سيرسخ في أذهان الناس وهي صور الجيش الصهيوني وضبات الجيش الصهيوني في حالة إذلال تغيرت صورة من إذلال الفلسطينيين إلى إذلال الصهيونيين وهذا مهم جداً في الحرب الصورة لأن الصورة مهمة جداً وهذا ما سيرسخ الشباب العربي والشباب بما فيهم شباب تونسي ما كانش يعرف شنو معنى هذه القضية الفلسطينية شوفوا أطفالنا وأبنائنا يحكيوا على القضية الفلسطينية وهذا هو اللي يجب أن يقعد لأن هذه قضيتنا لكل يجب أن يقعد حياة في أذهان كل الناس الحاجة الأخرى العصفور الأخرى اللي تم ضربه هو أنه سردية ما يسمى بالكيان الصهيوني تعتمد على أن الجيش هي هي ليست دولة لديها جيش هو جيش أنشأ دولة الكيان الصهيوني تعتمد على أن هذا الجيش قادر على حماية كل إسرائيلي في الأراضي المحتلة وهذه سقطت لأنه كل المناطق في الكيان المحتل أصبحت على مرمى الصواريخ الفلسطينية صواريخ المقاومة بالتالي هذه السردية سقطت وسيكون هناك في المستقبل هجرة مضادة نعمله على الوقت المسألة الخامسة هو سقطت منظومة ما بعد الحرب العالمية الثانية منظومة المجتمع الأممي والشرعية الدولية ومؤسسات العالمية واحترام القانون الدولي هذه الكل أسقطتها المقاومة الفلسطينية وثبت نفاق هذا العالم الغربي الذي يتشدق دائما بالحريات وبحقوق الإنسان وغيره أثبت أنه يتعامل بمكيالين مع مسائل مبدئية المسألة الأخرى هو أن الشارع الغربي تحرك وبقوة وهذا هو المهم هناك عديد الأصوات الحرة ويجب التفريق بين الأنظمة الغربية الاستعمارية بما تمثله من منظومة المصالح وكذلك الشعوب الغربية التي يجب التوجه إليها وليس التوجه إلى الأنظمة لذلك ضربت عديد رهي عديد سقوط النظام العربي الحقيقة واضح كشفت الاحتفاليات في العربية السعودية فرنسا لا تمثل أي شيء ما عنده حتى وزن خاصة مكرون تعرف خسارات اللي خسارها في إفريقيا فرنسا ما عاشت نجم تلعب أي دور على الساحة الدولية العالمية كيف تفصل التصارفات والتصريحات متع مكرون؟ مكرون والدروتشيلد كان يخدم في روتشيلد هما اللي ساعدوه بالتالي هو دوزين من دابش يخرج يزم يلقى ما كان ليه يزم يلقى الشغل وبالتالي هو معناها لكلهم الحقيقة للأنظمة الفرنسية باستثناء بعض بالنسبة ليك معناتها اللي يعمل في ذاك يخرج معناتها من الرئاسة يلقى خدمة هذا هو معناها السبب للتصريحات الفكر أكبر من هكه تعرف أنت بيدك استضفت يحكيه على المسيحية الصهيونية وتربطها مع المسيحية اليهودية والماسونية كذلك وراء وثم ومن العائلات الداعمة الداعمة للمسونية وإحنا ما نحبوش نقوله عائل تروتشيلد والأموان اللي تدخل خلفية دينية يعني ديما نحاولو نتفدوه ولكن هي رأيت أول حقيقة هي فيها خلفية دينية الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي والمناظرين والحخامات والقيادات الكل هم يتحدثوا على نبوئات ويتحدثوا على الكتب بمتاحهم المقدسة دونك ما ننجموش نزين ولا ننفيو الحقيقة إنها حرب دينية وحتى الاستهداف كيتم استهداف العرب معنا على أساس إنهم عرب ومسلمون هدية معنا يقريوا فيه في الروضة لصغارهم ويربيوا فيهم على العنصرية والممارسات معنا ضد العرب والمسلمين اللي فيها معنا القتل والتنكيل وغيره هنا نرجع معك شوية للشأن الوطني في علاقة بالقضية الفلسطينية أكيد إنك قعد تابع في مسألة قانون تجريم التطبيع اللي تمت مناقشته الأسبوع اللي فات داخل لجنة الحقوق والحريات وكان من المفروض أنه نهار 30 تصير جلسة عامة 30 أكتوبر لفيلس ولكن تم تأجيله من رئيس البرلمان وصارت بوليميك فما نواب رفضوا هذا التأجيل فما نواب أيضا مع هذا التأجيل وطالبوا بالتأني في قراءة وفي كتابة هذا المشروع متع القانون لأنه بشقعت فترة ويلة دونكي نجم معناتها ينجر عنه حاجات منعرش المواقف اختلفت ولكن في النهاية تم تحديد معناتها جلسة حسب رأيك طلعت على الفصول اللي قدموها الكتلة اللي قدمت هذا المقترح طلعت ليهم طلعت ليه التنقحات طلعت على النسخة الأخيرة خطر تعادلت وفيها تنقحات أنا نحب فقط نذكر أنه مقترح تاريخ القانون هذية قدمته الجبهة الشعبية في العهدت 14-19 والكتلة الديمقراطية اللي كان فيها أساساً طيار ديمقراطي وحركة الشعب وحركة الشعب قدمتوه زاد عودنا قدمناه لتجريم التطبيق معناها الموقف منتع الطيار الديمقراطي مبدئي في المسألة هذية ونحن مع قانون لتجريم التطبيق خاصة بعد الإبادة الجماعية اللي قاعدين نشهدوا فيها أمام أعين معناها العالم والنفاق العالم الغربي بالتالي ما ثمح تحدي ناجم يزايد علينا ولكن نرانا قوانين كما هذية مهمة وخطيرة يجب أن يتم التأني فيها وما نشفش ندخل في الخروقات اللي صارت إجرائياً تصور تم تحديد تاريخ الجلسة بدون أن يحضر تقرير اللجنة عمرها ما تصير هذه معناها الخروقات اللي صارت على مستوى الإجرائيات داخل البرلمان وتعودنا عليه البرلمان هذي لا يحترم الإجرائيات كما السيد رئيس جمهورية اللي يقول الإجرائيات معناها ما هيش مهمة برشا أستاذ قانون دستوري قرر لي 30 سنة ومبعد يقول لك الإجرائيات غير مهمة والنجم نجوزها على كل إن حب نعمل أم باراليل هو مش دقيق جدا ولكن يمثل حاجة قانون الإرهاب مكافحة الإرهاب اللي تخدم في 2014 صحي القانون هذيك وتم المصادقة عليه في 2015 أعتقد قعد بعد دستور بعام تقريبا احتفظنا احتفظنا على قانون الانتخاب احتفظ طيار ديمقراطي عن التصويت وعملوا علينا حملة شرسة بتهمة أننا نحبوا ندعموا الإرهاب تصور طيار ديمقراطي معناها اللي كان ممثل بالسيد غازي شواشي ربي يفرج عليه وسامي عبو نايب نعمين العش نساندوا في الإرهاب وعليش أحنا الاحترازات قدمناها نجمو ترجعوا تسجيل متاع السيد غازي شواشي على خاطر قلنا راهوا قوانين خطيرة بمثل قانون الإرهاب أو قانون منهض التطبيع راهوا ما يلزمش التهمة تصير بطريقة فضفاضة يلزم تكون دقيقة ومدروسة وكنا حذرنا في 2015 منما غبت استعمال قانون الإرهاب لتصفية المعارضة تصفية الحسابات السياسية وهذا اللي صار لأنه غازي شواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وريذاب الحاج وخيم الترك وعبد الحميد جلاسي في السجن توا على معنى قانون الإرهاب وتم استعمال هذا القانون لضرب وتصفية حسابات السياسية وهذاك عليش القانون متاع منهضة التطبيع بالصيغة الحالية متاعه زادا وحذر منما غبت استعماله بطريقة فضفاضة لتصفية حسابات السياسية خلنا رجعوا بعد الفصل الإشهيري فسرنا هاكم قدمتوها قبل منيش تخوفتكم هاكم تعرفون ما اللي قدمتوه الإجابة تكون بعد الفصل شكراً اشتركوا في القناة مازالنا بتوصلنا معكم مع ضيفنا القيادة في طيار ديمقراطية هشام العجبوني تقولي عندكم احترازات على قانون تجريم التطبيع المعروض حاليا في البرلمان كما كنت سجلت احترازات ايضا في قانون الارهاب اقبل في البرلمان عام 2014 و2015 وقت اللي صارت جلسة عامة مناش تخوفاتكم واحترازاتكم من هذا القانون بالذات شنو اللي النجم يكون فيه ربما التبعات من شنو احترازاتكم هاكم قدمتوه انتو ما بيتكم اقبل مع حركة الشعب في الكتلة معناتها الديمقراطية من حيث المبدأ انتو ما مع القانون هاكم قدمتوه سيدقا شنو اللي خليكم عندكم احترازات بالعكس اكثر من اي وقت مضا معا سن قانون لمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ولكن كنقوله التطبيع التطبيع المؤسساتي التطبيع الدولة والهياكل الدولة شنو اللي قلنا احنا هذا مش موجود الدولة وهياكل الدولة المؤسسة مش موجود حاليا في تونس احنا مليش دولة مطبعة فعلا احنا مش دولة مطبعة ذاك عليش في تعريف ما معنى التطبيع جيت الصيغة فضفاضة في بعض المسائل ومبالغ فيها ثم مغالات معناها كنتولا تحكي على تطبيع بطريقة مباشرة وغير مباشرة ونعطيك امثلة بشتوين ستفهم اول حاجة القوانية راي ما تعملش في معناها بطريقة بطريقة متع عواطف او يبزم عقل بارد لصياغة القوانية واحنا توفي خضم المعركة مع الكيان الصهيوني الغاصب نتفهم الناس اللي تحب تسرع في اصدار القانون لو انه اصدار القانون تسريع فيه بدون التأني بدون استماعات بدون دراسة هذا القانون راي بشي يعطي اثار عكسية ومش بشي حرر فلسطين او بشي خلي الجيش الصهيوني معناها يوقف الحرب بيش قلنا احنا قلنا التعبيرات الفضفاضة يلزم تتنحم القانون مش تولي بريسيز القاضي نهار اخر كي يبدأ عنده قانون ما عندوش مجال يلزم للتأويل يقول هذي يقصدوها ما يقصدهاش المشرع وبالتالي مثلا نعطيك اكزامبل تونسي يخدم فيه بنك فرنسي ايه او بنك سويسي جاوا عينولوا عارف انتاعوا اسرائيلي شخص يحمل الجنسية الاسرائيلية شي يلزمو يعمل التونسي هذي يبطل خدمة مثلا يخرج من البنك يستقيل مكانش يعتبر مطبع لانه تعامل معه شخص يحمل الجنسية اليهودية او لاعب كرت قدم يلعب في فريق اوووبي الجنسية اسرائيلية مش اليهودي سمحني اسرائيلية ولا لاعب كرت قدم في فريق اوووبي جابولوا لاعب اسرائيلي صح هو ما عملوا مع عقد بش يلعب معها بش تعمل معها هذا مطبع وغير مطبع ولا مشي تعملت كنفيرنس انت باحث جامعي في جامعة تونسية في ندوة في سويسرا وفي نفس الندوة في العشية بيش يجيبوا شخص إسرائيلي بيش يلقي بيش يعمل تدخل هذا تطبيع ولا غير تطبيع واضح الفكرة أنتم مع المبدأ ولكن بتراوي واستماعات وربما تنقيحات وتحديد التطبيع بطريقة دقيقة جدا ولا مجال للتأويل فيها نمشي معك وانت جبت على قانون الإرهاب قبيلة والخمسة إرهابيين اللي هربوا من سجن المرنجية كانت حقيقة حاجة ماهيش طبيعية أنه سجن المرنجية الناس اللي مشاتلوا والناس اللي تعرفوا خاصة المحامين اللي حكينا معهم يقولك روفاما بوابات عديد البوابات روفاما حراسة مشدة روفاما من أكثر السجون في تونس وحتى على مستوى عالمي من أكثر السجون اللي ما فيهش فرص هروب وسكيغزاء في الأمن دونك وخرجوا وهربوا خمسة إرهابيين من أخطر الإرهابيين متورتين في جرائم اغتيال متاع الشهدين شكري بالعيد والبراهمي في البداية أول ما سمعت الخبر كيفاش قريت كيفاش كيفاش لقيت الخبر هذي تونا ندخلوا في التفاصيل بعد شوية فضيحة دولة بيتم معنى الكلمة هالي هي فضيحة دولة إنه خمسة إرهابيين كل واحد فيهم في زنزانة في سجن تم تشيده في عهد بن عليظ اللي سجن يتسمى جديد ويحترم المواصفات العالمية في عديد المناحي متاعه إنه يهربوا خمسة إرهابيين متورتين في قضايا إرهابية خطيرة جدا وللأسف هما محالين على نفس القانون اللي تم إحالة غازي شواشي ويسام الشابي على أساسه معنى بيتشوف سخرية القدر ثم هنالك تقصير كبير وكبير جدا والعملية هذي متنجمش تكون عملية صدفة معنى ثم اختراق للمنظومة السجنية داخليا وخارجيا وهذي مخطط لهكي ما قال قيس سعيد منذ أشهر كي تقول لي منذ أشهر نقعد نضحكينا على بعض الأبواق اللي قال لك هذي التهريب متاحهم تم في إطار معناها ردة فعل على الموقف التونسي المساند لغزة بربي يزينا من استغباء الناس لا علاقة للأمر بموقف تونس من غزة ما عملنا شيئا إحنا لحركنا دباباتنا لطياراتنا لصواريخنا فمش كوني خامة من أجهزة الاستخبارات عملت ضربة لتونس بسبب موقفها معناها تعمل ضربة لتونس تولي تخدم لها أشهر معناها لتهريب سجناء إرهابيين ياخي الإرهابيين موجودين في الحدود المناطق الحدودية بين تونس والتزير كانت نجم تشغل بعض منهم لحضرنا للقيامات معناها لحقيقة نحترمنا لحقيقة كل تونسة ولكن ثم حد أدنى من الذكاء معناها يجب أن يحترموا أكثر وبالتالي البارح والله سمعت حاجات قلبي وجعني هرم أعلى هرم في السلطة استنيني قبل هرم السلطة أنت كيفش فهمتها كيفش قريتها شنو فهمت منها قتلي فضيحة دولة فضيحة دولة الدولة مستباحة شنو اللي خليك تفهم شنو اللي فهمت شنو السيناريو اللي يجي لبالك أنك معناتها تتوقع أنه صار سجن المر نجية حتى سيدنا جبريل يمكن من نجي مش يخرج منه خرجوا منه خمسة إرهابيين كل حد في شيران نسقم بعضهم هربوا في نفس اليوم ما نعرفوش الطريقة في نفس الليلة لتولة نعرفوا الطريقة اللي خرجوا منها ونسمعوا في معلومات خطيرة كونوا استعملوا أزياء رسمية كونوا ثم ضباط متواضئين ونحب من كل التوينسة ستة من سجون محتفظ بهم حاليا ونشفت ذكم الكل حب نقول التوينسة كل من تمت إقالته في علاقة بعملية الفرار أو التهريب سميوها كما تحبونتوما في انتظارهم تخرج تخرج على الأقل فرسيون رسمية بي الكل هم تعينوا من طرف منظومة قيس السعيد مدير السجن مثلا تم تعينه تقريب تغييره منذ شهر ونصف أو شهرين من السيدة وزيرة العادل شنا عملوا أحنا لتحديد المسؤوليات لا نقيل من قام بالتعين ومن عرفوشنا والمعايير اللي عساسها تم إقالة المدير سابق للسجن وتعين شخص آخر ولكن نقيل المسؤول في حين أنه المسؤولية السياسية اللي المفروض يتحملها وزيرة الداخلية أو وزيرة العادل فم حتى شيء لماذا؟ لأنهم تم تعينهم بالولئات شو معنا معنا بالنسبة لك أنت ترا أنه الأجدر ولا الأفضل اللي يقيل السيد اللي عينه أو الوزير المسؤول وزيرة العادل تم إقالتها طبعا هذا اللي نشوفه فيه معناها أنت شوف أنا نقول لتوين سأدخلوا رايدة رسمية منذ 25 جويل 2021 وشوفوا حجم التعينات في المؤسسة الأمنية والاستقالية ماذا مسؤوليتها لهنا وزيرة العادل هي التي عينت مدير السجن ومدير السجن وهي المسؤولية عنده تقال هي ويقال هو بالنسبة لك يقال الزوء بالطبيعة الحال هي التي تتحمل المسؤولية هي التي عينت هو يجيش أنا نعين مدير الاستخبارات ونعين أجهزة المصالح الفنية وغيرهم اللي هو ما ثم تقصير كبير هذو ما ليهم شهرين وانت لاذا تعرف أنت في وسط السجون ثم مخبرين تلقاهم موجودين كأنهم سجناء وهما يلموا في المعلومات باش معناها الاختراقات هذية ولا عمليات الهروب ولا يحب يلموا معلومات من طرف المساجين وهذه طبيعي جدا في أجهز دولة اللي تحترم نفسها هذو ما هذو ما وينهم شنه الخدمة اللي يخدموها التقصير اللي صار هذي خطير وخطير جدا يضرب ثيقة التوانسة تقصير ولا تواطئ تواطئ وتقصير زوز يضرب ثيقة التوانسة في أجهز الدولة ومؤسسات الدولة هذو ما خمسة مسايبين مسايبين في الشارع كون قال ما نجموش يقوموا بعمليات اغتيال أخرى أو عمليات قتل أخرى اللي زعزعت معناها الاستقرار متعل بليش كون قال كيفيش تعرف أنت السجل المرنقية بايت الشرع التوانسة شاء الله ما يمشي له حتى حد لأن المحامين يحكيون ما بين موقف السيارات والسجن فما كيلو متر ماشي تقريب العائلة اللي تمشي غادي باش تهزك القفة ذيكو تقوى تسانية ربعة سوية ونص كابت الجلبان ما تتعديش كابت الفريكاسي ما تتعديش كابت البريك حكيت عليها دليلة حكيت عليها دليلة وتحية الجوهر ليه حبيت انقلك معناها احنا الأمن متاعنا تبرك الله القفة يفليها فليان ولكن خمسة إرهابيين مخترين ينجموا يخرجوا ما نعرفوش بأي طريقة الشاب تونسي يكتب تدوينة واللي علق على تدوينة يتوقف من غدوة من المنظومة الأمنية ولكن خمسة إرهابيين قادرين انهم يخرجوا يهربوا يفروا الكاميروات ما رصدت حد شي المشكلة انه في الشيفت ذيكا فما أكثر من ستين معناتها إطار وعاون فما 14 بوابة والأمنين في محيط وثما حتى الكلاب رو استعملوا الكلاب بعد الزنزانات معناتها السخطوس سيلون وبعض الزنزانات متاع المجرمين الخطيرين رو فما حراسة بالأعوان وبالكلاب ايه انا مفهمتش ثم التواطأ عام معنا التواطأ سلسلة من التواطأ سلسلة من التواطأ متنجمش تقتصر على شخص بركة ولا ضابط بركة ولا مسؤول بركة شيفت فيه ستين ما شفه شي ما فقوا بشي هاي ما هذك هو السؤال اللي نطرحه فيه هذو السؤال نطرحه فيه ناس الكل انا البرح والله اضحكت برشا كي سمعت حكاية ربطها ب او مقارنتها بفرار او تهريب احمد بن صالح ومحمد مزالي لحقيقة معناه الربط غير موفق في ادنى الحالات عليش لطيف في عباراتي لانه الحاجة ذوكم مساجين سياسيين مهمش رهيبين وبالتالي تعرف الظروف اللي حفت بيهم هذه معناه سنوات خالت قديمة البلاد تطورت المفروض ما نمشي وش نقوله خاترها وكا هرب احمد بن صالح وهرب محمد مزالي دون كيت وينسا عادي ليهربوا خمسة رهيبين المقارنة راهوا ما عنديش حتى علاقة ببعضها وغير موفقة بتاتا تدخل السيد الرئيسة جمهورية البرح ومبعد ربطها بضرورة عاية السيد مدير تنفيذي للحكومة سياحمد الحشاني وقال له يلزم تسريع في تطهير الإدارة معناه كومكوالي هربوا ذوما نتيجة عدم تطهير الإدارة علما أنه تطهير الإدارة اللي حكي عليه السيدة رجل موري يبدأ من وقتهش بعد الثورة المسؤولين الكبار أصحاب القرار في الإدارة التونسية بكلهم تم تعيينهم قبل الثورة بسنوات عديدة ما تبدلوش هما بيدهم التوى معناه نجم يتغير الخططة ما هو بيده تغير قبل الثورة معناه موجود لي عشرين سنين مدير عام في دارة لا 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 ما تراش أنه في القبل بعد الثورة الانتدابات خاصة في الأسلاك الأمني والحمد السلاح فيها خطورة فما ناس ما همش أكفية فما ناس بالمحابات فما محاسة حزبية فما ولاية سياسية طبعا هذا كنا ندينه فيه قبل الخمسة عشرين صحي ولكن لك عمين واش انت توا انت عمين واش تحكم وحدك وغيرت مسؤولين في الأمن كلهم تغيروا من وزير الداخلية للاستخبارات وغيروا المسؤولين في السجون انت غيرت لك عمين معناه عمين غير كافين بش نحي على قل المسؤولين في أصحاب القرار في المنظومة الأمنية والعدلية والسجنية السلطة تتحم مسؤولية طبعا اللي قاعدين شوفوا فيه من خمسة عشرين جويل أنا أمتلك كل السلطات ولكني لا أتحمل ما الحل ما يزمش فما تحميل مسؤوليات كيما قلت لك وزير الداخلية مفروض الأمن يحيط بالسجن حتى كان هربت انتي من الأبواب تلقى الأمنيين في كل بلاسة أحنا هاو تلقى الأمنيين ما تلقاش أمنيين في محيط السجن يا رسول ليه يجم العاجبودي نمشيوا أبعد شوي نحكيوا نحن على عملية تهريب وتواطئ من الداخل بيه شكون ينجم يكون وراء العملية هذي ما ينجمش يكون انهم الستة الخمسة اللي هربوا معانتها بمواردهم الذاتية بامكانياتهم الذاتية استحيل انه العملية أكيد انه فما شكون وراها من البرة وأكيد انه فما شكون من الداخل شكون ينجم يكون وراهم لأ أنا ساعة ما نيش ده تجاز لحقيقة ماش حكاية تجازة نحبش ندخل في التخمينات هذية ميش تخمينات خطر الحكاية ما تنجمش طيب انفيت انه تكون الحكاية في علاقة بالاستخبارات الأجنبية على خير لم أنفي قلت ما تنجمش العلاقة بين موقفنا من غزة فعلا والعملية هذية حتى هو السيدة جمهورية قربي ذلك قال العملية معدلها منذ أشهر غزة غزة لأشهر معناها سبعة طبق نجم يكون وراها طرف سياسي نجم يكون وراها طرف أجنبي أنا شخص مسؤول ما نجمش نلقي التهم بمثل هذه الخطورة بمثل هذه السهولة ما عنديش معلومة بش نقول ولكن أكيد اللي نعرف اللي واضح من العملية أنه هناك تواطئ داخلي معناها من أجهزة الدولة الداخلية وثم جهات خارجية خططت لذلك ومولت عملية التهريب وقرشت ربما معناها أمنيين ولا مسؤولين في السجن هذية الكل وارد جدا بش تقول لي حدد المسؤولية ولقي التهم على الطرف هذا لا ما قلت لك حدد المسؤولية قلت لك حسب برايك شكون يكون المسؤول شوالبار حكينا حتى على الدوائر الصهيونية وحكينا اتهامات خطيرة كالعادة مبنية المجهول وتعودنا عليها من طرف سيد قيس سعيد قال الدوائر التوانسة اللي مرتبطين بدوائر صهيونية سيدك تعرفهم بربي وقفهم خطر إيه لا متى وحنا هم وهؤلاء ودائما هم وهؤلاء مبنية المجهول ومن عرفوا شكون هالعملاء والخوانة والذين يأخذون الأموال من السفارات يحكي عليهم لي عمين هو مع تتصريحات رئيس الجمهورية ما فهماش مع تحاجة تدينهم هالناس ولكن انت كهيشام العجبوني السياسي ناشط عندك سنوات معنى هو اللي عنده المعلومات واجيس الدولة يقول ما عنديش معلومات تحب لي يانا بش ندين اسكو انت تعتبر انهم هذوم موجودين في تونس فما وكلاء استعمار فما ناس تخف الفلوس من السفارات فما ناس متواطئ فما ناس تكتب في تقارير في بلادها فما ناس تخدم مع ربما الاسرائيليين والصهاينا لهنا موجودين في تونس قد يكون ويرد هذا انا نسأل فيك انت كاسيس طبعا ما نشنقلك دين فلين وفلين هل انه المبدأ هذية من حيث المبدأ الفكرة موجودة التعاطي هذا والعمال موجودة شوف هذية الكله موجود في كل دول العالم تلقى تبور خامس تنجم تلقى توينس بيعين ذمم تاحه ومعليش الاستخبارات تنجح خطة القناس ينجم يبيع ذمم تاحه وينجم يخون بلاده على شوية مصالح وشوية فلوس هذا ويرد ولكن تحميل المسئولية من طرف اعلى رنف السلطة بطريقة فضفاضة وكيما قلت لك مبنية للمجهول لا تستقيم يهديك نعطيك القائمة متع التهم اللي عملها السيد قيد سعيد من 25 جويل عمليات الاغتيال بدون قضايا مرفوعة في المحاكم اللي هو الظرف المسموم المخبزة المسمومة النفق المؤدي الى إقامة السفير الفرنس الخمسمائة مليون دولار الهيبة اللي تم تحويل وجهتها وعديد المعلومات التي لم تثبت ويقول فيها السيد قيد سعيد راهو معناها الحقيقة شوية جدية يا رسول ليه نمشيوا شوية نمشيوا شوية في الوقت اللي بقانا في الحوار لقانون المالية نجمش ننستدعاك هشم العجبوني ما غير ما نحكيوا على قانون المالية والله كنت في فضل نحكيوا على قانون المالية نحكيوا عليه شوية ملي قانوني هاتني قراءة عامة أكيد ركت طلعت عليه حكيت عليه معناتها بعض الاتوات والغيره على الاجانب في مثلا في النزل فما شوية اعفاءات ده في اداءة البلدية قراءتك عموما كيفاش تقرأ كنحب اللخص القانون المالية لسنة 24 حتى 23 فيه ما يتقال القانون المالية التعديلي ولكن مش مشكلة نركزه شوية على 24 السردية متاع سيد قيسعيد منذ 22 هي التعويل على الذات معناه كنت نتصور انه القانون هذي في مستوى الميزانية والزيكي ليبر ماكروي كونوميك توزونات المالية العامة بش يعتمد على الذات فأفاجأ انه اعتمد على الغير واستعير كلمتنا بالحاجي وعلى الغيب الغير والغيب لانه حجم المديونية في ميزانية 24 36% وهي نسبة 36% من حجم الميزانية وهي نسبة غير معناها تاريخيا غير مسبوقة 36% معناه تقريبا 40% من الميزانية هي اقتراض خارجي منهم قديش اقتراض اقتراض عام منهم قديش اقتراض خارجي 16.5 مليار دينار ما يعادل 16.5 مليار دينار 16.5 مليار دينار 10.3 مليار دينار مبنية للمجهول كما الاتهامات ليقوم باقي السعيد معناها غالبا مبنية للمجهول ما نعرفوش 10.3 مليار دينار ما يعادل 3 مليار دولار مبنية للمجهول ما نعرفوش منين بش نجيبوها قانون ملي مش نعطيك العنامين الكبرى من نجيب مش ندخل في التفاصيل ما شالشي هات في احترام وتطبيق لما يسمى باملاءات صندوق النقد الدولي مثلا طوال معزح ديدان يقول لك انه راعة الجانب الاجتماعي والدعم ما هو قانون قانون شوف قانون في سنة انتخابية ارجع قانون ملي سنة 2019 تتلقاه قانون لايت هذي قانون لايت قانون متاحة حملة انتخابية علش لانه دي مزيور صحيحة كاركتر سوسيال معناها اجراءات ذات طابعة اجتماعية ولكن دي مزيورات لا تخلق الثروة لا تؤثر لا تدفع بالنمو ولا تدفع بالاستثمارات مجرد معناها تجميل للبيت هناك عديد الاجراءات فما فصل يتعلق ببعث المشاريع للشبان في اعفاءات وامتيازات قد يهما عملنا يقبل قاعدين نعود فيه علش بطلق تجميل يعني عادي نجوب فيك ما تماش كيفاش نقولوها تفكير خارج صندوق اللي يحكي عليه سيد قيس سعي معناها قانون مالية عادي كيما القوانين العادية قاعدين نمدوا في الاجيل في بعض الامتيازات قاعدين نعاودوا في نفس الاجراءات تقريبا نمدوا فيهم كيما اعفاء 4 سنين برب يعطيونا مثلا يعني شيه نهار وزارة المالية تخرجنا تقييم الاجراءات متاح تقول لنا راني في سنة الفين وعشرين او تسعتاش وثمونتاش واحد وعشرين قمت بالاجراءات الجيبائية هاو التقييم بتاع المردودية متاعه على الاقتصاد اولا وعلى المدخيل الجيبائية فانيا شيهي ماذا بي باون لتوى لتوى لارينها المفروض انه عنا اكثر من تسعمائة اجراء منذ الفين وحدش جيبائي ونسبة النمو قدش في ثلاثة وعشرين او 0.9% وربما ما نجي ما نخلطول هاش شو معناها 2.3% 2.1 وهي نسبة غير طموحة معناها النسبة ضعيفة جدا ولا تخلق الثروة ولا تستعي معناها تستوعب عدد العاطين العمل حبيت نقول حاجة القانون هذي فيه احترام لما يسمى بإملانات صندوق النقد الدولي اللي يتوين سارى وقد متى حكومة نجلة بودن مايش ملقيت وثم مسألة اخرى اننا نحطوا فرضيات لا نحترمها ولا نحقيقها برشا كنقولوا احنا رانا نعملوا قانون مالية على اساس إبرامة اتفاق مع صندوق النقد الدولي وما نحترموهاش وكنقولوا رانا بش نعملوا إصلاحات اقتصادية وجبائية وما نعملوهاش وكنقولوا رانا احنا في قانوننا المالية شنو وفي الوقت تقريبا وفي الوقت حبيت معنا نحكي معك شوية ولا نجدلك شوية الوقت ما يسمعش إنه قروضنا نجمنا نخلصوهم الكل إنه مش مش ميزرى وموش نجيز مش نجيز نتفاعلوا شوية ما خليكش تحكي صارت مرة في التاريخ ما نخلصناش خلصنا قروضنا الكل ليه صارت مرة في التاريخ ما نخلصناش قروب نجموش نعاولوا على مواردنا الذاتية معنا نحسنه شوية ولا نعرش نشوفه بدائل بخلاف الاقتراض الخارجي ويصال لان قتلك 16.5 مليار دينار اقتراض خارجي وانتي تقول لان عمله على مواردنا الذاتية يا رسول الله هذا هو التناقض ما بين الخطاب الرسمي وما بين الارقام اللي قاعدين نشوفه فيها الميزانية هذية مرتهنة بكلها للاقتراض الخارجي ويوفى لحديث شكرا لك سيشم العجبوني القيادة في الطيار الديمقراطي المشروط